موسيقى مزا الفل ازايكم الحقيقة انبارح لما طالع الجانب المصري وعلق في بيان رسمي عن حصوله عن 30 مقاتلة رفال الاحدث في العالم والحقيقة ان التعليق على الصفقة كان مفاجأة لناس كتير جدا يعني دي مش طبيعة وزارة الدفاع المصرية او وزارة الدفاع الفرنسية في التعليق على الصفقات يعني بيكون في مراسم توقيع بيكون في لقاءات تسريبات خالص الصفقة طلع بمفاجأة والجانب المصري كان متسرع جدا في التعليق ببيان رسمي مش تعليق عادي ببيان رسمي للتعليق عالصفقة دي. والدليل على كلامي ده زي ما لقلت لك في فيديو اللي فات ان رويترز نفسها حاول التصادي في وزير الدفاع الفرنسي او وزير المالية الفرنسي للتعليق عن الصفقة واللي اتنين رفضوا لان هما ما عندهمش بيان رسمي يعرفوا يعلقوا بيه. فده دليل على سرعة الاعلان عن الصفقة دي. والحقيقة احنا جينا ركزنا في الفيديو اللي فات عن ان سرعة التعليق ده بيعتبر رسالة. يعني الصفقة دي مصر كتعاوز اتوجه بيه رسالة لجميع عداء مصر. واقولهم مين? اثيوبيا. ده العدو الابرز حاليا دينا. وده اللي مصر موجه له تهديدات بشكل مباشر وبتتكلم على معركة هتقلب شأن الاقليم او هتهدد الاستقرار في المنطقة. كل الكلام ده احنا كنا قلناه في الفيديو اللي فات. بس حقيقة في فيديو ده فيه كلام جديد خالص. لأ كلام بقى هتسمعه الاول مرة. والحقيقة الكلام ده مش نازل عندنا في الاعلام بتاعنا. خالص. الكلام ده طالع من كزا موقع. او موقع موقع ايطالي. موقع ايطالي ده بعته لي احد المتابعين على صفحة الفيسبوك بعتلي المقالة دي وقال لي اتفضل. الحقيقة المقالة نازلة في مجلة ريبابليكا الايطالية بتتكلم فيه على ايه? بتقول لك على فكرة بقى خلي بالك ان فرنسا وايطاليا والمانيا بيتنفسوا بشكل جبير جدا على توريد اسلاحة بشكل ضخط للجانب المصري او الحكومة المصرية. والحقيقة هم مقالوش كلمة الحكومة المصرية. هم قالوا السيسي. هنا تغير كبير جدا جدا. بالنسبة لسياسات الاتحاد الاوروبي. ليه? خلي بالك البرلمان الاوروبي كان لسه مطلع بيان بيتكلم فيه على انتهاكات حقوق الانسان وبيعلقوا على حقوق الانسان داخل مصر والكلام الكبير ده كل. دلوقتي بيقولك ان التلت دول دول وهم من اكبر تلت دول مبيعا في الاتحاد الاوروبي للاسلحة بيتنفسوا على توريد السلاح لمصر. فده تحول ضخم جدا وتحول في العلاقات وزي ما تقول كده ان هما بيفصلوا بين ملف هو الانسان وملف التسليح. دلوقتي اوروبا عاوزة فلوس باقي شكل. في نفس الوقت هما شايفينك حليف لا يمكن الاستهانة بيه. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. لما تيجي ببص هتلاقي ان امريكا عاوزة تخرج برة منطقة الشرق الاوسط. فبتمضي صفقات تسليح. وصفقات تعاون عسكري ضخمة جدا مع الجنب المصري. اخرها توقيع مذكر التفاهم بين الجيش الامريكي وجيش المصري في مسألة الدعم اللوجستي والتدريب. وجيت قلت لك على فكرة ان الصفقة دي او مذكرة التفاهم دي بتتكلم على مشاركة عدد ضخم من الجنود الامريكان داخل مناورة النجم الساطع عشرين واحد وعشرين. اللي جو بايدن الواضح كده ان هو ملغهاش او علق عليها خالص بالعكس الصفقة مستمرة. والمناورات هتستمر في عشرين واحد وعشرين ده اعلان هام على نية امريكا تقوية العلاقات العسكرية مع الجنب المصري استعدادا لمغادرة المنطقة. فظهر كده ان الناس كلها بعد ما رأت ان جو بايدن مش واقف في طريق مصر في الحصول على اسلحة ابتدوا يتنفسوا بشكل كبير لتوريد اسلحة. والواضح هنا برضو ان انت بتتكلم في المقالة بيتكلموا على ان مصر عندها شرح في شراء الاسلحة. ودلوقتي عاوزة تجري صفقات تسليح ضخمة الفترة اللي جاية دي. لحد هنا المقالة خلصت بتاعة المقالة اللي جاية دي مهمة جدا ولازم تركز فيها. اللي هي ايه? المقالة جاية دي طالع من جريدة فرانسية اسمها لاتريبيان. الحقيقة المجلة دي قريبة من السلطة. هو تستهين بيها. زي نيويورك تايمز بالزبط. نيويورك قريبة جدا من السلطة في اسرائيل. وهكذا. انت بتتكلم لاتريبيان دي بتكشف لك سر خطير جدا. بتقول لك ايه? بتقول لك على فكرة مش مصر وقعت اتفاقية لشراء تلاتين مقاتلة رفال حديثة. هي كنت الصفقة دي كام? على حسب ما تم اعلانه هو تلاتة مليار وخمسة وسبعين مليون يورو. صح? بتقول لك لا مش صح. ليه? بتقول لك على فكرة بقى الصفقة دي اساسا خمسة مليار يورو. مش تلاتة مليار ولا اربعة مليار. انت بتتكلم في خمسة مليار. بتقول لك ايه? بتقول لك على فكرة بقى الحكومة الفرنسية بتضغط على البنوك اللي دعمت الصفقة بتاعت الرفال بتضغط عليها للموافقة. على ضمان صفقة اكبر بكتير. بخمسة مليار يورو. البنوك اللي بتضغط عليها ايه? بي ان بي باري با سي اي سي سو سيتي جنرال وبانك كريدي اجريكول. والحقيقة لما تيجي ببص كده دول اشهر بنوك في فرنسا. وفي نفس الوقت معظمهم بيعملوا في مصر. طيب خمسة مليار يورو بتوع ايه? يعني انت هنا بتتكلم ان مصر جابت تلاتين مقاتلة رفال. فهمنا. وفهمنا ان المقاتلات الرفال دي مدها بعيد جدا يعرف يروح يضرب سد النهضة ويرجع. وعلى فكرة اكثر ما يميز الطائرة رفال انها بتنفذ عمليات بعيدة المدى بدقة كبيرة جدا. ما بتقلش زي بيقوله او نسبة القلش فيها قليلة شوية. فانت هنا بتتكلم على ان مصر اعلنت انها حتمتلك طائرات حديثة تكمل الاسطول اللي عندها. اول معلومة لازم تعرفها طالع من بتتكلم على ان الصفقة دي حيتم تنفذها شهر يوليو القادم. ده اول خبر. ليه? فيه ناس قالت لك والله الصفقة دي حتم او حيتم تنفذها بعد سنة. بعد سنتين. بتتكلم شهر يوليو. مصر حتبتدي تنفذ الاتفاية دي. تنفذ بقى هل معناه ان مصر حتستلم دفعة اولى في يوليو القادم? ولا لا. ودي حاجة مهمة جدا التوقيت مهمة جدا يا جماعة. توقيت اهم حاجة في الصفقات دي. تاني. انا كده مجاوبتش على السؤال. خمسة مليار يورو مش تلاتة خمسة وسبعين ليه? هي قال لك والله ان مصر عاوزة تنفذ شراء امر صناعي للتجسس. والحقيقة لاتريبيو هنا بتشرح لك قصة الامر الصناعي ده. بتقول لك ايه? بتقول لك على فكرة الامر الصناعي بتاع التجسس ده. مصر اصلا بتتكلم فيه من الفين وخمستاشر. من ساعة وجود فرانسوان اولاند لما كان رئيس لفرنسا. بتقول لك ساعتها في الفين وخمستاشر. رئيس سيسي. ابدأ اهتمام مصر بشراء امر صناعي للتجسس. والحقيقة الصفقة دي. خدت شكل رسمي في زيارة فرانسوان اولاند لما جه مصر. في الفين وستاشر. يقول لك لما جيه مصر في الفين وستاشر. ابتدوا يتكلموا على توقيع عقود بخصوص هذه الصفقة. فرنسا لما راحت. كان عندها عقبة كبيرة جدا وهي عقبة مالية. لان مصر مش عاوزة تدفع فلوس كاش. حاوزة تاخد كرود. بضمانات وهتدفعها. يعني مصر عنداش مشكلة خالص في الدفع. تماما. مشكلة بس ان مصر مش عاوزة تدفع كاش دلوقتي. اه زي ما تقول كده عندنا التزامات تانية. بنحب ان مشي موضوع الصفقات التسليح ده بكرود. وقوعة تنسى ان اكبر بلد مديونة في العالم هي امريكا. مش مصر. ماشي. عشان بس الناس بتعطيه بدو تقول لك مصر والكلام ده كل. لأ. انت بتتكلم ان مصر بتنفذ صفقات التسليح بتاعتها بنوع من انواع الكرود. الحقيقة ان الجامع الفرنسي كان متردد جدا وكان عنده مشكلة الضمانات المالية لصفقة الامر الصناعي ده. كانت توقف عقبة كبيرة جدا بس تم حلها. والحقيقة الدنيا كانت ماشي كويس جدا وراحوا لشركة اسمها ايرباس سبيس. وركز في الاسم. ايرباس سبيس. والحقيقة شركة ايرباس سبيس وقعت العقود بالفعل. وابتدت تشتغل على الصفقة وفجأة وقفت. ليه? منعرفش. مش ذكر السبب اللي الصفقة دي وقفت. خالص. وقيت لك المصريين كانوا بيتكلموا على صفقة لامر صناعي واحد مش اتنين. كان عايزين امر صناعي واحد لان اكتر من امر صناعي كان هيبقى مكلف جدا والمصريين شافوا ان الفاتورة ساعتها مكلفة للغاية. فكانوا عايزين امر صناعي واحد. والحقيقة ان الصفقة وقفت بشكل مفاجئ. ركز كده في ايه? في الكلام. بعد ما الصفقة وقفت ايه اللي حصل? يقولك بعد زيارة الرئيس عالفتاح السيسي لفرنسا الاخيرة اللي هي تمت السنة اللي فاتت دي. السياسيين الفرنسويين ضغطوا بشكل مبالغ فيه سبب حرج لسوا نوع السلاح في فرنسا. بخصوص ايه? تنفيذ كل الصفقات اللي واقفة مع الجانب مصري. يقولك احنا عايزين من دلم الشامل. ومكتوبة كده في لاتري بيون. لم الشامل الفرنسي مصري باسرع ما يمكن. فلا حقيقة ان السياسيين ضغطوا جامد جدا لتنفيذ الصفقة دي. فمصر دلوقتي عاوز امر الصناعي بتاع التجسس ده. هو مكتوب كده امر صناعي للرصد والتجسس. وعلى فكرة ايرباس دي مشهورة جدا ومعروفة جدا في الامار الصناعية بتاعت التجسس وليها تاريخ مبهر. الصفقة دي بتتكلم فيها بكام? يعني الامار الصناعي ده هيكلف كام? ستمائة مليون يورو. فده استكمالا لصفقة قديمة. مصر كانت عاوزها باي شكل. وده السبب ان مصر راحت لايطاليا. لما الصفقة دي وقفت مع الجانب فرنسي راحت لايطاليا تتكلم معها لامار صناعي للتجسس. عشان تعرف ان الامار الصناعي بتاع التجسس اللي جاي من ايطاليا ده? مش جاي. احنا نعم باي? ما هو هو نفس الكلام اللي قطته لك قبل كده. نفس الخصائص بتاعت الامار الصناعي بتاع ايرباس بايس موجودة عند شركة ليوناردو الايطالية. اللي هي كانت هتنتج لك الامار الصناعي بتاع التجسس. بالعكس. انا افضل ايرباس بايس عن ليوناردو على فكرة الايطالية. خلص. ده اول. تاني حاجة التايفون واللي طلع يتكلم بارح وقال لك التايفون جاية جاية ومش عارف ايه والكلام فارغ ده. مفيش الكلام فارغ ده. تايفون مش جاية. تاني زي السخوي بالزبط. تايفون ما ينفعش تيجي لانها نفس خصائص الرفال. انت كنت رايح لايطاليا عشان عندك صفقة تسليح ضخمة مع الجانب الفرنسي كتوقف. وده بيفصر لك يعني هم فرنسويين هم اللي بيفصروا. بيقول لك الصفقة وقفت. ما نعرفش ليه. مش ذكريني السبب. فدل الوقت الصفقة لما تيمشي مش تحتاج الجانب الايطالي. واكبر الحاجة الوحيدة اللي تم اضافتها عد تلاتين مقاتلة. رافال. فخلت الصفقة بخمسة مليار? لا. تتكلم على الحاجة تانية بقى. مصر عاوزة طيارتين. هم مكتوبين كده. او لاعادة التزود بالوقود في الجو. هم يعني خزانات وقود طايرة. الطيارتين دول اسمهم ايه? طيارتين دول اسمهم. النوع ده هل نوع كويس? هيل. انا عاوز اقول لك موجودين في اتناشر دولة حوالين العالم فقط. فقط. اتناشر دولة بس اللي عندهم الطيارات دي. او النوعية الطيارات دي. من ضمنهم السعودية. والامارات. عندهم طيارات. ليه اعادة التزود بالوقود? شارينها حديثا على فكرة. مش قديما حديثا. سر انها لازم تعرفوا عن الطيارات دي ان امريكا كان معروض عليها الطيارات دي بدل الطيارات اللي عندها. ده اول حاجة. والصفقة كانت هتمشي وفجأة تم إلجاها. تاني حاجة ان الطيارات دي مهمة جدا لزيادة مدى المقاتلات. يعني مسلا انت دلوقتي عندك الرفال ممكن تروح تدرب السد وترجع. صح? ممكن ما ترجعش. يعني مش لا قدر لا تقع. لا. ممكن تتزود بالوقود وتفضل في مدى العمليات. تفضل موجودة عند اثيوبيا او في منطقة العمليات وما تقدرهاش. عشان اعاد تزود بالوقود او عشان ترجع الكواعد تاني. خالص يا باشا. الطيارة عندك. والحقيقة قدرة تلتمائة وتلاتين انها ممكن تزود طيارتين في نفس الوقت. مش طيارة واحدة. يعني في طيارات اللي عاد تزود بالوقود. عندها قدرة لتزويد الوقود لطيارة واحدة او مقاتلة واحدة. دي اتنين في نفس الوقت. تاني حاجة المميز في الارباس دي انها ممكن تعمل لنقل الركاب. يعني لو عندك شخصيات سياسية او عسكرية بارزة عاوز تنقلها بطيارات. ممكن الطيارة الارباس دي تتقلب لنقل الركاب. ممكن تشيل كام راكب تلتمية راكب. كفاءة الطيارات دي هيلة لزيادة مدى المقاتلات. تاني حاجة انت ممكن تدخل اصناف تانية غير الرافال تعمل وتوصل لاثيوبيا. زي مثل ايه? زي الاف 16. ما الاف 16 ما تقدرش توصل لاثيوبيا تضرب وترجع. حل? بالطيارات اعادة تزود بالوقود يباش تروح وتضرب وترجع. خضرة الصفقة زي دي ان يتم اعلانها ايه? اولا انت مش عاوز تعتمد على السودان كليا. يعني القرار لازم يبقى بتاعك. ممكن اه السودان تقول لك احنا مش هندرب. وعلى فكرة ده ما حصلش والسودان معك. عشان بس انا عارف الكلام. فالسودان معك ولا اخوانة ولا اي حاجة دول ناس اشققنا بنحبوهم. بس انا بتكلم استقرالية القرار ان مصر افرد عاوز انها تبعد طيارات او تؤدي العملية دي بنفسها. انت عندك الطيارات بتاعتك بتعرف تروح وتضرب وترجع. وتدخل تشكيلات وانواع مختلفة ومش بحتاج قاعة المروة في السودان عشان تنزل فيها الطيارات بتاعتك اللي هي ما عندهاش القدرة لقصف السد والجوعة. الصفقة دي هيلة. ومهمة جدا للجانب المصري. تاني حاجة بترفع قدرة الجيش المصري وسلحة الجو المصري بشكل كبير. وعلى فكرة مجلة لاتري بيون مهتمة جدا بالايير باس دي. او الطيارتين دول. وبتقولك ان مصر كانت ملحة جدا في الحصول على الطيارتين دول بشكل كبير. هل الصفقة ويفت على كده? لا. خالص. الصفقة لسه مكملة. مصر هتشتري اربع رادارات اسمهم جي ام فور هندر. الجي ام فور هندر ده. هل رادار اي كلام? ده رادار هايل. يعني يعتبر الاحسن في اوروبا. بدليل ان المانيا اشترته من فرنسا. يعني المانيا اشترت الرادار ده من فرنسا مخصوص لتمييزه. الرادار ده بيقدر يرصد اهداف على ارتفاع تلاتين الف متر. ارتفاع. معلش ارتفاع. مداه خمسمية وخمستاشر كيلو متر. طيب هل الرادار ده موصل بسواريخ زي الاسر بعمية? لا بس ده رادار واحد. المميز فيه ان هو وزنه من طن. سهولة نقله. يعني بيحتاجش عربية ضخمة جدا عشان تنقله. خالص. تاني حاجة ان هو ممكن المنورة بتاعته تكون ضخمة جدا. ممكن تحركه من مكان لمكان. طريقة سهلة. بيعمل او او كل 6 ثواني. كل 6 ثواني ينزلك شاشة جديدة يقول لك الاخبار فيها ايه عن الاجواء بتاعتك. بيقدر يرصد الاهداف على ارتفاعات مختلفة. ارتفاعات منخفضة متوسطة وعالية. ما عندوش اي مشكلة. يعني فيه رادارات على فكرة للاهداف منخفضة. على ارتفاع منخفض. مخصوص. وفيه رادارات تانية بتبقى مخصوصة للاهداف على ارتفاعات عالية. ده بقى بيرصد كله. ما عندوش اي مشكلة. وبيتكلم ان هو من احدث واحسن الرادارات الموجودة في اوروبا كلها. انت بتتكلم الدول اللي مشغلها انت عندك كندا ماليسيا المغرب شيلي. الرادار ده بيعمل عليه اربع افراد. يعني لازم اربع قنود يشتغلوا على الرادار ده يطلعهم منه ببيانات يديروه بشكل كبير. في نفس الوقت هو هايل. انا عاجبني جدا الصفقة بتاعت الاربع رادارات دي برضو. اللي انا اعزول. برضو الاعلان عن الجانب ده من الصفقة مهم جدا. ليه? ده بيكمل. وما تستبعدش الاعلان عن حصول مصر على غواصات قريبا جدا. وده اللي كان طالع على فكرة من وسائل الاعلام الغربية قبل كده. كانوا بيتكلموا ان مصر هتشتري غواصات من فرنسا. مصر عاوزة تصرع عمليات تسليح باقصى ما يمكن. ليه? ولا هيستعدادا لمعركة. تاني حاجة ما تنكرش ان الفترة اللي فاتت دي شهدت هدوء جامد جدا في شراء مصر للاسلحة. يعني من ساعة نص الفين وعشرين لحد دلوقتي ما فيش صفقات كتيرة زي الاول مصر بتعملها. دلوقتي مصر بتضغط جامد جدا عشان تشتري اسلحة بشكل كبير. والدول عمالها تتنافس على بقى الاسلحة لك. تاني حاجة انت بتعزز قدرة الجيش المصري مش بشكل دفاعي. مفهوم الجيش المصري ما بقاش يشتغل بشكل دفاعي. خالص. انت بتتكلم على مدى وقدرة الجيش المصري زادت بشكل كبير. طيارات اعادة تزاود بالوقود. انت عمرك سمعت عن الطيرات دي داخل الجيش المصري. موجودة. موجودة. وبنشتغل عليها دلوقتي. مصر ترتبها العسكري حيرتفع جدا. جدا. وفي نفس الوقت هو هتغفل قدرة الجيش المصري بالفعل من جير ترتيب ولا اي حاجة. بتادي تزيد بشكل ضخم. انت اصادك عدوك يعني. اثيوبيا بيحصل فيها ايه? والله يا عندهم ناس مسيطرة على منطقة بني شانكول. مش عارفين يطلعوهم. عندهم حرب جوه وبيستعينوا بها بجيش كانوا بيحربوه قبل كده لو وجيش دلوقتي بيشتغل جوه ومش عارفين يطلعوه. ومش هيطلع. يعني خلي بالك اه دلوقتي بتقولك اه كوات الاليترية مش طلع. من الاخر يعني. كوات الاليترية قاعدة جوه اه وده هيسبب مشاكل وعقوبات جمدة جدا لاثيوبيا. وكوات الاليترية مش هتطلع والاثيوبيين مش هتلعوه. اثيوبيا مبهدلة منقسمة بشكل كبير. وسيبك من كل ده. انت بتشتغل صح. ده اهم حاجة. انه مصر بتشتغل صح. في الاخر ارفع راسك فوق انت مصري ويازم تعرف ان ده بيوريك. المصريين شغالين ازاي? على ملف مهم جدا. ملف فساط للنطا. ومش بس ملف فساط للنطا. مصر بقى الدولة او جيش اقليمي بشكل جيد جدا. جدا. كوة اقليمية لا يمكن نستهنى بيها. زي ما قالوا كده الامريكان في المقالة بتاعتهم. قال لك مفيش حرب حضور في المنطقة بدون مصر. يجب الاستعامل المصريين والجيش المصري. على فكرة في المقالة اللي فاتت. اللي كانت نازلة في موقع فوربس. انسيت اقول لك كلمة مهمة جدا. قالها الكاتب. قال ايه? قالها على فكرة بقى العلاقات بين مصر وامريكا. مبنية على حاجة مهمة جدا. مش اقتصادية. مش دبلوماسيا مش اي حاجة. عسكرية. العلاقات بين مصر وامريكا عسكرية. وده دليل انه جزء كبير جدا من المعونات. انت عندك خمسين مليار دولار. من ساعة ما تم توقيع اعتفاية السلام. بين مصر واسرائيل. مصر حصلت على خمسين مليار دولار. معونات عسكرية. ده بيوريك ان العلاقات المصرية الامريكية مبنية على قوة الجيش المصري. والله انت قوي كل الناس هتروح لك. كل الناس هتحب تتكلم معاك. مش قوي بحدش هيسأل فيك. في الاخر يا رب اكون سراحت لك الموضوع بشكل مبسط. خلي عندك ثقاف ربنا. وخلي عندك ثقاف بلدك. وجيش بلدك. يا رب انسوا لمصر. تحية مصر. سلام. يا محروصة بسيف شاطر. وسيف حارس عليك يا مين. ومن فوق السما السابة. حميك يا رب العالمين. من الضالي. ومن الخيني. ومن الخلق اللي بين أهلكي. متسوسة يا محروصة. اشتركوا في القناة. مش قوة هي جلourدك Brother. ومن خليل الباب هي شاب الですか мама قدم caused Party. ومن خلق